طولت فيها لأنها مهمة دا كلام للجمهور مهم جدا وعلى ذكر الجمهور مش جمهور والله لكل العاملين أقول لك حاجة طريفة أو لا مستعجل لا أقول أقول كم فرقة مسافرة من هنا المارس كنا نناقش بالأمس في اجتماع شركة الكورة فكرة طريفة اقترح علينا واحد من من السادة المتابعين المحبين للنادي الأهل شراء طائرة خاصة للنادي الأهل فالفكرة أول ما اقترحت طائرة تعالوا نحسيبها قعدنا نحسيبها احنا بتسافر كم مرة بنأجر كم مرة طب لو عندي طائرة ما نعندي شركة خدمات وعندي شركة سياحة وما عنديش سفريات خارج ماصر ممكن تشتغل سياحة داخلية بالذات وتركز على الأعضاء والرحلات وتفتح لنا أفاق جديدة طيب الأندية الأخرى الرغبة للصفر إذا توفرت هذه الطائرة بكروه عنده الخبرة في المشاوير الإفريقية والبتاع ده وحبت نديها لها ولا لا الفكرة صعبة من ناحية الفنية لكن من ناحية المالية ممكن تيمشي جدا 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 فيعني أتمنى دخلت المجال أنا أتمنى دخلت مجال التفكير أنا مصدق مش أنا بقى اللي حعملها لكن هناك الذين سيدرسونا العمل الجماعي بقى وأنا ما نسبتش الفكرة مش بتاعتي على فكرة بس أنا صدقته وغيري مصدقه يعني غيري مهمين جدا معنا في القعدة في الشركة في الأول في الأول استغربنا وبعدين نبتدينا الله ده فعلا ليه لا دكتور ساعد قال لك عشرين سفرية وده كل واحد يعدد مزايا أن يبقى عندك الطائرة من أعضاء مجلس الإدارة والناس في الدائرة العمل بتاعتنا العمل الجماعي مهم وأعتقد أن لو فكرنا فيها كنادي ممكن ناس تانية تخرب بأفكار أفضل وتروح لطرازات من الطائرات ممكن عملين تكلم إحنا عمسع طائرات دي كده ممكن حد يكبر ممكن حد يصغر لكن أنا عايز أقول إيه دايما الحلم المستحيل هو اللي بيخلق الرياضة ده كلام مهم جدا جمهور الأهل اللي احنا كلنا بنتكلم على قيمته على عظمته على مسندته على دعمه في تقرير معاه في السعودية على إزاي بيساند الأهل وإزاي إحساسه قبل مباراة الصوبر هنشوف هذا